السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو سأقوم بحل تدريبات الفعل الصحيح والفعل المعتل كما اتفقنا يا سادس يوجد خطوات لا الحل في البداية نقوم بحذف الضمائر المتصلة وتاء التأنيت الساكنة وحروف النصب والجزم وهذه الأمور ثم نقوم بأخذ الفعل الماضي إذا كان مضارع أو أمر نقوم مباشرة بأخذ الفعل الماضي بعد ذلك نقوم بحذف حروف الزيادة اتفقنا أن حكمي على الفعل أنه صحيح أو معتل يكون على الحروف الأصلية أي عندما يكون الفعل عندما يكون الفعل مجرد أي جميع حروفه أصلية ثم ننتقل لا الخطوة التي تليها نحدد إذا كان هذا الفعل صحيح أو معتل كما شرحنا سابقا ثم نحدد نوعه من الصحيح والمعتل طبعا لدينا هنا التدريبات الكتاب كما تعودنا مطلوب الحل على الكتاب يا سادس بالنسبة للسؤال الأول مطلوب وميز الفعل الصحيح من الفعل المعتل فيما يأتي طبعا هنا نأتي على كل جملة من الجمل ونقوم بتحديد الأفعال هنا نحن نقول فعل صحيح وفعل معتل إذن نبحث عن الأفعال ونحدد هل هي معتلة أم صحيحة إذن هنا ماذا نفعل يا سادس نبحث عن الأفعال ونحدد هل هي صحيحة أم معتلة لدينا بالنسبة لألف قال تعالى والنجم إذا هو نلاحظ هنا لدينا هوى عبارة عن فعل إذن هوى عبارة عن فعل كما اتفقنا نطبق عليه الخطوات حتى نحكم عليه فعل صحيح أم معتل إذن فعل صحيح أم معتل نحكم على الفعل نبحث هنا عن الأفعال طبعا هل يوجد ضمائر متصلة تأنيد ساكنة وهذه الأمور حتى نحذفها لا يوجد ننتقل الخطوة التي تليها نأخذ الفعل الماضي هوى أعطانيها هون ماضي وجاهز رحل الخطوة اللي بعدها نحذف حروف زيادة هل لدينا هنا حروف زيادة أم هذا الفعل مجرد خلينا نجرب لو حذفت الهى تصبح واى اختل المعنى الواو ها اختل المعنى الالف هاو اختل المعنى إذن هذا الفعل مجرد جميع حروفه يا سادس شو جميع حروفه أصلية طيب خلينا ننتقل للخطوة التي تليها يا سادس خلينا ننتقل للخطوة التي تليها وهي هنا هوى جميع حروفه أصلية هل يحتوي هل هذا الفعل صحيح أم معتل هل يحتوي على حروف علة خلينا نجرب عندكم هون ألف أو واو أويا نعم في عنا الواو وفي عنا الألف إذن هذا الفعل معتل طيب خلينا نلاحظ كم في عنا حرف علّة هون واحد ولا اثنين هون في عنا حرفا علّة إذن يوجد لدينا هنا حرفا علّة إذن سيكون لفيف طيب لفيف مقرون ولا لفيف مفروق مقرون ولا مفروق يا سادس لاحظوا هون حرف العلّة الواو وحرف العلّة الألف متتاليان يعني مقترنان إجا وراء بعض مباشرة إذن هوى بنجاوبها يا سادس هو عبارة عن ماذا فعل معتل لفيف مقرون إذن هوى فعل معتل لفيف مقرون خلينا ننتقل أو خلينا نكمل ما ظل صاحبكم وما غوى لدينا هنا ظل فعل ولدينا أيضا غوى فعل إذن لدينا هنا ظل فعل ولدينا أيضا غوى فعل خلينا نركز هون يا سادس في ظل ظل هاي رح نعتبق هي عبارة عن فعل بدي أحكم عليه هذا الفعل صحيح ولا معتل هل عندكم ضمائر متصلة تأنيف هاي الأمور حتى نحذفها لا طيب روحوا للخطوة اللي وراها يا سادس ناخد الفعل الماضي أعطاني إياه هون ماضي وجاهز ممتاز طيب خلينا نروح للخطوة اللي بعدها إيش هي يا سادس؟ إنه لازم يكون مجرد جربوا إحذفوا أي حرف من حروف هذا الفعل شو رح يصير عندكم رح يختل المعنى وانتبهوا هون في عندي على اللام شدة يعني هون هذا الفعل بتكون من ثلاثة حروف عندي ثلاثة حروف انتبهوا هون في عندي لام وفي عندي لام لأن الشدة هي عبارة عن حرفين متماثلين يعني نفس الحرف لام ولام الأول ساكن والثاني متحرك فأضغمناهم مع بعضهما طيب لو حاولتوا تحذفوا أي حرف من حروف هذا الفعل شو رح يصير رح يختل المعنى؟ معناته هذا الفعل مجرد طيب هل في عندكم هون في ضلة؟ هل في عندكم يا سادس في عندي ألف أو واو أو يا؟ لا معناته هذا الفعل صحيح شو نوعه من الصحيح يا سادس؟ ركزوا فيه منيح لا ما بيحتوي عمزة وطبعا هون بيحتوي على تضعيف معناته شو رح نسمي هذا الفعل؟ رح نسميه فعل صحيح مضعف نتبهوا هون عندي يضلة يعني لما إحنا جردنا طبعا هذا الفعل مجرد حروف أحد حروفه الأصلية إيش ماله يا سادس؟ أحد حروفه الأصلية مضعف يعني في عندكم هاي الشدة أحد حروفه الأصلية مضعف يعني في عندكم أحد حروفه الأصلية في عليه الشدة اللي هي عبارة عن حرفين متشابهين متماثلين يعني الحرف الثاني لا ما عندكم الحرف الثالث لا الأول ساكن تحرك أضغلناهم مع بعض إذن بالنسبة لضلة رح تكون عبارة عن فعل صحيح مضعف خلينا نروح للمثال اللي بعده وهو ما ينطقوا عن الهوى طبعا تركنا الفعل غوى لدينا هنا الفعل غوى هل في عندي ضمائر منتصلة تأنيت ساكنة وهذه الأمور حتى أحذفها لا رح للخطوة اللي بعدها نأخذ الفعل الماضي غوى هون أعطانا يا ماضي وجاهز خلينا نروح لخطوة اللي بعدها إنه إذا في حروف زيادة أقوم بحذفها في عنا هون حروف زيادة ولا هذا الفعل مجرد خلينا نجرب لو حاولت أحذف أي حرف رح يختل المعنى جربوا إحذفوا الغير رح تصيروا الوا وغى الألف غى ويختل المعنى إذن بالنسبة لهذا الفعل إذن بالنسبة لهذا الفعل هو مجرد بالنسبة لهذا الفعل هو فعل مجرد جميع حروفه أصلية لأني لو حاولت أحذف أي حرف من حروف هذا الفعل رح يختل المعنى طيب غواء هل رح أحكم هون حاليا هل هو صحيح ولا معتل طيب خلينا نجرب هل هو صحيح ولا هل هو صحيح ولا معتل يا سادس خلينا نركز هون منيح فيه عندكم ألف أو واو أو ياء فيه عندكم هون يا سادس ألف أو واو أو ياء طيب خلينا نشوف هون فيه عندي واو وفيه عندي ألف إذن هذا الفعل بعتبره فعل معتل طيب شو نوعه من المعتل كم عندكم حرف علي هون عندي حرفا على الوا والألف طيب معناته لفيف لفيف مقرون ولا لفيف مفروق إذن هاد رح يكون لفيف مفروق ولا رح يكون لفيف مقرون خلينا نجرب شوفوا عندي هون الوا والألف متتاليان وراء بعض مباشرة إذن رح أسميه لفيف إذن رح نسميه مباشرة غوى هو عبارة عن فعل معتل لفيف مقرون إذن فعل معتل يا سادس رح يكون فعل معتل لفيف مقرون خلينا نكمل وما ينطق لنضمائر متصلة ولا تأنيث ولا هاي الأمور حتى أحذفها بروح للخطوة اللي بعدها نأخذ الفعل الماضي ينطق هل هو فعل ماضي لا معناته بروح بأخذ منه الماضي اللي هو نطقة خلينا نيجي هون ونطبق عليه معناته الماضي منه نطقة طيب إذا في حروف زيادة لازم نحذفها هل في عندي حروف زيادة هون جربوا احذفوا انه نطق اختل المعنى الطاء نق اختل المعنى القاف نط اختل المعنى إذن هذا الفعل مجرد طيب في عندكم هون ألف أو واو أو يا لا يخلو من حروف العلا إذن هذا الفعل صحيح هل بيحتوي على طيب شنوع من الصحيح هل بيحتوي على همزة أو تضعيف لا لا بيحتوي لا على همزة ولا بيحتوي على تضعيف ولا مضاعف ولا مضاعف إذن هذا الفعل صحيح سالم خلينا نروح للمثال اللي بعده يا سادس نكمل طبعا في الآية إن هو إلا وحي يوحى في عنا هون يا سادس يوحى خلينا نروح ليوحى ركزوا معي منيح بيوحى هل في عندكم ضمائر منتصلة تأنيث هاي الامور حتى تحذفوها لا ما في عنا هاي الشغلات طيب نروح للخطفة البعدها ناخذ الفعل الماضي يوحى هي عبارة عن فعل مضارع شو الماضي منه أوحى ممتاز الخطفة البعدها اذا في حروف زيادة بدي احذفها طيب جربوا هون لو حذفت الهمزة بتصير وحى اذا هو اصله وحى لما حذفت الهمزة ما اختل المعنى ولو اجرب احذف وحى الف اختل المعنى اذا انا لما بدي لازم اجرده من حروف الزيادة لما بدي احكم عليه لازم يكون مجرد كل حروفه اصلية اي حروف زيادة احذفوها ممتاز تعالوا للخطفة البعدها وحى هل هون بالحروف الاصلية عندكم الف او واو او يا نعم في عندي واو وفي عندي الف اذا هذا الفعل معتل طيب كم عندي حرف علة يا سادس كم في عندي هون حرف علة بلاحظ انه كم في عندي حرف علة هون يا سادس بلاحظ انه في وحى عندي حرف علة اذا في وحى في عندي يا سادس حرف علة اذا في وحى في عندي حرف علة طبعا لفيف لفيف مقرون ولا مفروق لاحظوا حرف العل الواو ايجاو في عندي الالف فصل بينهم حرف اذا raft يكون فعل معتل لفيف مفروق خلينا نكمل في عنه هون علمه عبارة عن فعل إذن علمه هو عبارة عن شو يا سادس علمه هو عبارة عن فعل طيب في عندي ضمائر متصلة تأنيث هاي الأمور حتى أحذفها آه في عندي إلهاء هاي إلهاء ضمير متصل احذفوه روح للخطوة البعدها نأخذ الفعل الماضي أعطاني يا ماضي وجاهز طيب خلينا روح للخطوة البعدها إذا في عندكم حروف زيادة احذفوها لازم تشتغلوا على الحروف الأصلية انتبهوا لو حذفت العين بتصير اللام بختل المعنى طيب انتبهوا اللام عليها شدة يعني الشدة عبارة عن حرفين الأول ساكن ثاني متحرك واضغمناهم مع بعض إذن عندي عين لام لام ميم طيب جربوا احذفوا هدول الحرفين اللام شو بتصير عم اختل المعنى طيب احذفوا جربوا احذفوا لام واحدة شو بتصير علي ما ما أخرب المعنى معناته هون أنا في عندي اللام واحدة أصلية ووحدة زيادة إذن أنا هون زي ما شرحنا بدرس الفعل المزيد إذن زي ما احنا شرحنا وأخذنا يا سادس بدرس الفعل المزيد اتفقنا هون بسمي لزيادة هون شو عندي التضعيف إذن التضعيف هون زيادة باجي على علمة لما اجي أحكم بحكم على علمة مش على علمة أنا بحكم على الفعل لما يكونكو الحروف أصلية ما في أي حرف زيادة والزيادة هون عندي التضعيف طيب تعالوا لي على علمة علمة يا سادس هل في عندي هون هل صحيح معتل عندي ألف أواو أوياء لا معناتها ده الفعل صحيح شنو عم الصحيح علمة هل في عندكم تضعيف أو همزل إذن هاد فعل صحيح سالم ممكن طالب يحكي لي هاي في عندي الشدة هون في علمة اتفقنا إنه أحد حروف الأصلية مضعف يعني هاي التضعيف الشدة لازم يكون على يعني لما تيجي أنت تشيل كل حروف لزيادة زي مدة وشدة بتطلع معك أحد حروف الأصلية مضعف أما هون أنا لما شئ هون التضعيف عندي زيادة لازم يكون التضعيف أصلي انتبهوا هون أنا لازم التضعيف ايش يكون عندي يا سادس لازم يكون أصلي هون عندي زيادة أنا لما أجيت أشيل حروف لزيادة راح التضعيف بطل موجود أنا بحكم هون على علمة طيب خلينا نروح ل با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير لدينا هنا الفعل قال ولدينا الفعل أيضا يأتي طبعا خلينا نحلهم طبعا أنا نسيت أكتب لكم الفعل قال هاي رح أكتبه حاليا طبعا هون إحنا بنحدد إلى أفعال وبنحل قال يلا يا سادس قال هل عندكم ضمائر متصلة تأنيف هاي الأمور حتى أحدفها لا طيب روحوا للخطوة اللي وراها نأخذ الفعل الماضي قال أعطاني يا ماضي وجاهز ممتاز روحوا للخطوة اللي بعدها هل في عندكم هون حروف زيادة لا لو حاولت أحدف أي حرف رح يختل المعنى إذن هذا الفعل كل حروف وأصلية هذا الفعل مجرد طيب روحوا احكموا لي هل في عندكم هل هو صحي أم معتل عندكم ألف أو 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 يا نعم في عندي الألف إذن هذا مباشر بحكي عنه فعل شو بحكي عنه فعل معتل كم عندكم حرف علة حرف علة واحد حرف علة واحد معناته رح يكون يا مثال يا أجوف يا ناقص طيب حرف علة وين إجا في الوسط إذن فعل معتل رح يكون شو اسمه يا سادس أجوف إذن رح أسميه فعل معتل أجوف طيب في عندي برضو اللي هو يأتي الفعل يأتي عندكم ضمائر متصلة وتأنيث وهالأمور حتى أحذفها لا خطوة وراها نأخذ الفعل الماضي يأتي مضارع شو الماضي منه يا سادس أتى طيب معناته بأخذ الفعل الماضي أتى طيب تعالوا على أتى أي حروف زيادة احذفوها في عندكم في أتى حروف زيادة لا ما في عندي حروف زيادة حاولت أحذف الهمزة بختل المعنى لو حاولت إني أحذف التأ بختل المعنى وحاولت إني أحذف الألف بختل المعنى إذن هذا الفعل شو رح يكون عندي يا سادس هذا الفعل مجرد طيب تعالوا بعد هيك بدي أحدد هل هو معتل ولا صحيح عندكم ألف أو واو أو ياء نعم في عنا ألف معناته مباشرة بحكي عنه فعل معتل رحوا وحددونه عن المعتل كم عندي حرف علة حرف علة واحد معناته يا مثال يا أجوف يا ناقص حرف العلة وين إجا آخر حرف هيا الألف في الآخر إذن فعل معتل ناقص ممكن يجي الطالب يحكي لي طيب يا مثل ما أحكي عنه مهموز ما هو في همزة إحنا اتفقنا المهموز زي ما شرحت عندي بيكون شرطان الشرط الأول إنه ما يكون فيه أي حرف علة يعني لازم يخلو من الألف والوا والياء بعدين يكون مهموز بس هذا خلص بمجرد ما فيه حرف علة بحكي عنه معتل ثاني إشي إحنا اتفقنا نمشي على الخطوات أول إشي بحدد هل هو صحيح ولا معتل بعدين بروح بحدد نوع من الصحيح والمعتل يعني أتى في عندي ألف أوا والياء آه في عندي ألف معناته معتل بروح بحدد نوعه من المعتل لازم نمشي خطوة خطوة طيب خلينا نروح للجملة التي تليها وهي لدينا هنا نشأ الغلام وذكيا وين الفعل هون فيه عند إحنا هون بشتغل على أفعال انتبهوا دائما وين بدور على الأفعال لأنه ميز الفعل صحيح من الفعل المعتل وين فيه فعل بتروح بتحدده وبتحله عليه نشأة إذن هو عبارة عن فعل خلينا نروح على نشأة نشأة هل عندكم ضماء المتصلة تأتنيث هاي الأمور حتى أحذفها لا طيب نأخذ الفعل الماضي اعطاني يا ماضي وجاهز ممتاز طيب بعد هيك شو بروح بعمل يا ايش بعمل يا سادس بعد هيك بكمل باجي بحكي هون نشأة هل هذا الفعل مجرد ولا عندي حروف زيادة عشان إذا في حروف زيادة أحذفها مباشرة جربوا احذف النون شاء اختل المعنى ايش شينا اختل المعنى الهم زينا الشي اختل المعنى إذن هذا الفعل مجرد كل حروف أصلية روحوا للخطوة اللي وراها هل هذا الفعل معتل ولا صحيح عندكم ألف أواو أو ياء في هاي الحروف الأصلية لا إذن هذا الفعل صحيح طيب بعد هيك بروح بحدد نوعه من الصحيح عندكم همزة نعم إذن هذا الفعل صحيح مهموز طيب خلينا ننتقل لدال وهي يعيش كريم النفسي في عزة وإباء لدينا هنا مين الفعل هون عندي يعيش فقط إذن عندي هون بروح بدور على الفعل بعدين بحكم عليه ددينا هون يعيش طيب هل عندكم ضمائر متصلة تأتي أن يساكن وهاي الأمور حتى أحذفها لا ناخذ الفعل الماضي شو الماضي من يعيش لأنه يعيش هون أعطاني يا مضارع أنا شو بروح بعمل بشتغل على الماضي ما بزر أشتغل عليه هون مضارع أو أمر بروح بأخذ الماضي يعاشا ممتاز روحوا للخطوة البعدها هل في عندي هون حروف زيادة ولا هذا الفعل مجرد لأنه إذا في حروف زيادة لازم أحذفها لأنه هون بشتغل على الحروف الأصلية لو حاولنا نحذف أي حرف من حروف هذا الفعل رح يختل المعنى إذن هذا الفعل مجرد كل حروفه أصلية طيب هون خلينا نروح للخطوة البعدها أحدد هل هو صحيح أو معتل إذا كان صحيح ما في لا ألف ولا واو ولا يا إذا كان معتل في عندكم بحروف الأصلية ألف أو واو أو يا هون عندكم ألف أو واو أو يا نعم معناته هذا الفعل معتل خلينا أروح أحدد نوعه من المعتل كم عندي حرف علة واحد معناته يا مثال يا أجوف يا ناقص طيب حرف العلة وين إجاه في الوسط إذن هو فعل معتل أجوف خلينا ننتقل للمثال الذي يلي وهو جمع المزارعون ثمارة الزيتون وين الفعل هون في عندي بس جمعة إذن بروح على جمعة وبحل طيب هل عندي ضمائر متصلة تأتي أن يتساكن وهاي الأمور حتى أحذفها لا بروح للخطوة البعدها نأخذ الفعل الماضي أعطاني يا هون ماضي وجاهز يا سادس إذن جمعة أعطاني يا هون ماضي وجاهز ممتاز روحوا للخطوة اللي بعدها هل عندكم هون حروف زيادة حتى أحذفها ولا هذا الفعل مجرد هذا الفعل مجرد لو حاولت أحذف الجيم بتصير معي اختل المعنى الميم جاء اختل المعنى العين جم اختل المعنى إذن هذا الفعل مجرد كل حروف أصلية ما بستطيع أني أستغني ولا عن أي حرف إذن أنا لأني هون بشتغل على الحروف الأصلية على الأصل طيب شو بروح بعمل هون يا سادس بعدها هاي الحروف الأصلي عندكم ألف أو واو أو يا لا ما في عندي إذن هذا الفعل صحيح طيب شو نوع من الصحيح عندكم همزة أو تضعيف لا إذن هذا الفعل صحيح سالم طيب خلينا نروح للمثال اللي بعده هو وعد زيد صديقه بزيارة في العطلة الصيفية وين الفعل عندنا هون وعدة إذن باجي هون على وعدة يا سادس شو بعمل إذا في عندي ضمائر متصلة تأتأنيت ساكنة حروف نصب جزم هاي الأمور حتى أحذفها بروح للخطوة اللي بعدها يا سادس شو بعمل هون بهاي الحالة نأخذ الفعل الماضي أعطاني يا هون ماضي وجاهز طيب روح للخطوة الوراها إذا في حروف زيادة احذفوها طيب هون وعدة هل هذا الفعل في حروف زيادة ولا هذا الفعل مجرد كل حروفه أصلية خلينا نجرب لو حاولت أحذف أي حرف من حروفه رح يختل المعنى جربوا أنتو يا سادس إذن هذا الفعل مجرد كل حروفه أصلية إذن كل حروفه أصلية طيب معناته هون بدي اجي هل احكم هل هو صحي ولا معتل عندكم الف او واو او يا نعم في عندي الوا والواو من حروف العلة اذا هذا الفعل معتل طيب شو نوعه من المعتل طيب كم عندي حرف علة هون واحد اذا يا اما مثال او ناقص او اجوف وين حرف العلة ايجا اول حرف اذا هذا بسميه فعل معتل مثال طيب خلينا نروح للجملة التي تليها وهي مد الرجل يد العوني والمساعدة للمحتاجين طيب خلينا نركز هون منيح يا سادس عنا الفعل هون اللي هو مدى طيب مدى عندكم ضمائر متصلة تأني تساكنة هاي الامور حتى احذفها لا طيب ناخد الفعل الماضي اعطاني اياه ماضي وجاهز طيب هل في عندكم حروف زيادة خلينا نجرب مدى هو عبارة عن فعل بتكون من ثلاث حروف الشد عبارة عن حرفين الاول ساكن والثاني متحرك اضغمناهم مع بعض يعني انتوا هون عندكم مدى عبارة عن ميم دال دال حرف الاول ميم الثاني دال والثالث كمان دال الاول ساكن ثاني متحرك اضغمناهم مع بعض نفس الحرف طيب بعد هيك لو حاولتوا تحذفوا اي حرف من حروف هذا الفعل شو رح يصير عندكم يا سادس رح يختلوا رح يخرب المعنى اذا هذا الفعل شو ماله مجرد كل حروفه اصلية طيب مدى معناتهم انه مجرد خلينا نكمل باجي على مدى عندكم الف اواو او يا لا اذا هذا الفعل شو رح احكم عليه يا سادس هذا الفعل صحيح طيب هل هو صحيح مهموز ولا مضاعف ولا سالم انتبهوا هون في مدى في احد حروفه الاصلية احد حروفه الاصلية مضاعف يعني انا هون مدى هذا الفعل مجرد كل حروفه اصلية في عندكم هون الشدة شايفين الشدة اذا بسميه فعل صحيح مضاعف لانه احد حروفه الاصلية مضاعف هو عبارة هون عن حرفين المتماثلين نفس الحرف دال ودال الاول ساكن والثاني متحرك اذا اضغمناهم مع بعضهما طيب خلينا ننتقل للمثال الاخير وهو ساعة الحاج بين الصفا والمروة الفعل هون عندي ساعة طيب خلينا نجع ساعة عندكم ضمائر متصلة تأنيت ساكنة وهي الامور حتى احذفها لا روحوا للخطوة اللي بعدها يا سادس شو هي الخطوة اللي بعدها يا سادس ناخذ الفعل الماضي اطانيا ماضي وجاهز روحوا للخطوة اللي التي تليها وهي اذا في حروف زيادة احذفوها لو جربتوا تحذفوا السين او العين او الالف رح يخرب عندكم المعنى اذا هذا الفعل مجرد ما فيه اي حرف زيادة طيب روح للخطوة اللي بعدها المعتل ولا صحيح عندكم الف او واو او يا نعم فيه عندنا هون الالف اذا هذا الفعل مباشرة معتل لانه بيحتوي على حرف علة اللي هو الالف طيب معناته بعدها شو بروح بعمل يا سادس خلينا نشوف بدي احدد نوع من المعتل كم عندكم حرف علة واحد معناته يا مثال يا اجوف يا ناقص وين اجه هذا حرف العلة اخر حرف معناته شو رح اسميه رح اسميه فعل معتل ناقص اذا هذا بالنسبة يا سادس لا السؤال الاول حاليا رح انتقل لا السؤال الذي يلي السؤال الذي يلي يا سادس مطلوب مثل بجملتين مثل بجملتين من انشائك تحتوي الاولى على فعل صحيح والثاني على فعل معتل مطلوب من الطالب انه يكتب جملتين الجمل الاولى فيها فعل صحيح والجملة الثانية فيها فعل معتل اي جمله بده اياها الطالب بحطها انا هون وضعت الجمله الاولى ذهب الولد الى الحديقة انتبهوا هون عندي ذهب عبارة عن فعل صحيح ذهب طبعا فعل مجرد ما فيه اي زيادة لو حولت تحدف اي حرف رح يختل المعنى وانتبهوا هون حروفه الاصلية ما فيها حرف علة لا الف ولا وا ولا يا اذا هذا الفعل صحيح وفيه عندنا هون جمله دعا المؤمن ربه حطتلكم دعا بارة عن فعل معتل انتبهوا دعا هاد فعل ماضي مجرد ما فيه اي زيادة حولوا اي حرف رح يختل عندكم المعنى طبعا وفيه انتبهوا حروفه الاصلية فيه عندي هون الف فيه عندي حرف علة اذا هو فعل معتل ممكن الطالب ان يأتي بجمل اخرى اذا بس هون مطلوب منك انك تحط جملة فيها فعل صحيح وجملة ثانية فيها فعل معتل بالنسبة للسؤال الاخير مطلوب استخرج من درس القراءة همية الطاقة الشمسية فعلا صحيحا واخرا معتلا مطلوب من الطالب ان يعود الى درس الطاقة الشمسية ويستخرج فقط فعل واحد صحيح وفعل اخر معتل انا استخرجت اللي هو الفعل يعمل نحطو خلينا نطبق عليه الخطوات يعمل هو فعل صحيح لا فيه عندي ضمائر متصلة وتأنيث وهي الامور حتى احذفها لا طيب ان يقوم باخذ الفعل الماضي يعمل مضارع شو الماضي منه عمله طيب بعد هيك اذا فيه حروف زيادة بنحدفها طيب خلينا نتأكد ولا هذا الفعل مجرد لو حاولت احذف اي حرف من حروف الفعل عمله رح يختل المعنى اذا عمله هو عبارة عن فعل مجرد اذا عمله هو عبارة عن فعل مجرد لو حاولت احذف اي حرف رح يختل او رح يخرب المعنى طيب بعد هيك هاي الحروف الاصلية عمله عندكم الف او واو او ياء لا اذا هذا الفعل صحيح يخلو من حروف العلة طبعا صحيح سالم لأنه ما فيه لا همزة ولا تضعيف وأيضا استخرجت تزيد ما عندنا ضمار متصلة ولا تأنيث ولا هاي الأمور تزيد طبعا هو عبارة عن فعل مضارع نأخذ الماضي منه زادة طبعا هذا الفعل مجرد ما عندي أي حروف زيادة لما تحاولوا تحذفوا أي حرف رح يختل المعنى إذن كل حروفه أصلية طيب بعد هيك بدي أحكم هو معتل ولا صحيح عندكم ألف أو واو أو ياء هون نعم فيه عندنا حرف الألف إذن هو فعل معتل كم حرف عندي عليا حرف واحد وين إجاه في الوسط إذن هو فعل معتل أجواف طبعا ممكن الطالب أنه يستخرج أفعال مختلفة